أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري انتهاء عمليات الانقاذ ووصل عدد القتلى في سوريا إلى نحو 4500 شخص وتمكن الدفاع المدني السوري التابع للمعارضة من انقاذ طفلة تدعى سندوس من تحت انقاذ منزلها في مدينة سلقين غربي أدلب إثر زلزال الذي ضرب شمال البلاد ووثق مقطع فيديو عملية مساعدة الطفلة في الخروج من تحت الركام ولدى نقلها سندوس لسيارة الدفاع المدني ركضت والدتها لضمها وأستمر جدل بشأن ما اعتبر إخفاقا دوليا في إصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال في شمال غربي سوريا نغم مرور سبعة أيام على الزلزال وأقر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث بأن المجتمع الدولي خذل من يعيشون في شمال غربي سوريا وقال أنهم محقون في شعورهم بأن المجتمع الدولي تخلى عنهم ترجمة نانسي قنقر